بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وأصحابه وموالاه وبعد فنتابع الحديث عن أن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين في كتاب حول ترجمة المرحوم الإمام العلامة الشهير والعارف الكبير فضيلة سيد الوالد الشيخ محمد نجيب سراج الدين الحسيني رحمه الله تعالى أرسل الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين في الدنيا والآخرة روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين فقال صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة وعند البيهقي والحاكم إنما أنا رحمة مهداه فهو صلى الله عليه وسلم رحمة في ذاته وفي صفاته وفي شمائله وفي أخلاقه العظيمة وفي شريعته المستقيمة وأحكامه الحكيمة وفي جميع ما جاء به من أوامر وإرشادات وتوجيهات ورحمته صلى الله عليه وسلم للعالمين لا تنقطع في جميع العوالم على امتدادها وتعاقبها في الدنيا والبرزخ والحشر ومواقف الآخرة وعوالمها إلى ما هنالك فخيره وبره وإحسانه كل ذلك مستمر لا ينقطع روى الإمام بزار وغيره علي بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم أما حياتي فأبين لكم السنن وأشرع لكم الشرائع وأما موتي فإن أعمالكم تعرض علي فما رأيت منها حسنا حمدت الله تعالى وما رأيت منها سيئا استغفرت الله تعالى لكم ويرحم الله تعالى القائل غنيمة عمر الكون بهجة عيشه سرور حياة الروح فائدة الدهر هو النعمة العظمى هو الرحمة التي تجلى بها الرحمن في السر والجهر وبذكر الحبيب المحبوب تنفرج الكروب وتسر وتفرح القلوب كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجل الفؤاد الصادي والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر